بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة شرح دروس مادة علوم حياة الأرض بالنسبة للمستوى ديال جيد عمشترك علوم خيار فرنسي ولمسلك دولي تنكومن سيونتيفيك أوبسيون فرنسي وليسكسيون فرنسيز باقي نحنا بحويلة في الدرستان اللي والفاكتور إضافيك لعوامل الترباوية وصنع للاكتفيته رقم ستا ناشات رقم ستا لغول ديز اتخ vivان دان للا فرماشن وليه داور ديال كأينات الحياة في تشكول والتطور التربا بداوه على بركة الله هنا بالفاقرة اللوولة والاكسيون ميكانيكي سور Allez occupied الدرستان اللي في أكسى ميكانيكي ديالكائنات الحيات على التربة وبما اننا كنقول تأثير ديالكائنات الحيات. نجوج الدى اللانواع ديالكائنات الحية حيوانيت الإنضاء ونشوف التأثير ديال النباتات متبوع بالتأثير ديال الحيوانات فيجوغ ات vehタسين دور من خلف całين سينعوا بالنطور جدور واحد الشجرة المغروسين داخل التربة. كما ترى التربة عندي فيها بطبيعة حال مجموعة طبقات. دونك عندي طبقات ديال التربة. وعندي تم الجدور كيدخلوا في هذه التربة. على الدخول ديال الجدور في التربة كيف يدير اولا؟ هذو الجدور طبيعة الحال فاش كيدخلو. تيخلقوا لي واحد لمصارات. وتيديروا لي ديبار. دونك تيديروا لي واحد المجموعة ديال الفجوات والمجموعة ديال الثقوب داخل التربة. ينك أول حاجةรベجيطا Carmen Jove Mari دا accord الأقشن مكنك ديال من subsغلال. أو دا عاطش�네 اللذج دور ديال النباتات. شنو كيديروا يحفزوا هذوك الملسامات ولا دهور الملسامات. uego يرفق العدد ديال مسامات. إذن فافوريزة الأغم wins التربات وبالتصديد القفل منص structure الذين موجودوا في التربة. وبما أن تظهر Something effectively يجب ارى الثقوب أولا سوف يدرب الهواء الهواء سيفيد تربا يouring إنتبه الوكسي rearrange ا Las كذلك هذه الجدور moje انظر زوجها عموما فكيساهموا فانهم كيها الرسولية هذيك الصخراء اللي كتكون التحت كيساهموا لي فانهم بها الرسولية الصخور اللي كيكونوا التحت ديال الطبقات الرملية وبالتالي كيساهموا فانهم التربة تزيد تكون دونك كيساهموا فالتكوون التربة بطريقة مباشرة وكيساهموا كذلك انهو تكون واحد تهوية ديال التربة ويكون كذلك واحد وإنفلتت الإنفلتراتي للأرض لأنه يدخل الى الماء مزيلا داخل التوربة الشكل بيطه ، هناك دهارات تغيير يجب أن نجموعة الددان على الأرض التي يدخل الى المسارات داخل التوربة يحفر داخل التوربة لأنه يتنقل ويجب أن يتنقل يحفر داخل التوربة يحفر داخل التوربة المكوناس ديال الأرض دونك الرامل الطين طامي etc تشني حاجة أتخذ دوير ندزين دواية دهار من المقابل ت讲 تحول الهدى وحد العشارات دي الديدن دي الارض من بعد قونا اجوتى او دسو ده فوى مخت نزيدو من فوق دي الهد طبقات الرملية غنديرو واحد الاوراق دي الاشجار لكونو ميتين من بعد قونا ركوفر لكواريوم ده الاكواريوم ده واقعي نوار pour كريه لامسكوريته غنغطيو هاداك الحاوض لدينا غنغطيو بشي ورق اللي يكون كحل باش نخلقو حد ضلام باش يكون عندي ضلام تكون عندي القديم ضلام وآخر حاجة يمكننا مانتنير لدispositive دانسان اندروات ايغي امود اا تمپيراتور كنستان يمكننا حت لين هادك الحوض ديالنا حطوف واحد البلاسة اللي تكون مهويا ويكون فيا الرطوبة امود ويكون حرارة فيا تابت جريبة تكون اكسبرييانس في ميز ان افدانس لبراساج ديالنا للمبري واللي هيت جريبة ديال الكشف على التخليط ديال التربة بواسيطة تهديدان الارض الوغي جتتم الشكل قبل في البداية ديالجريبة ديالبيد ديالي للكسperience كيف يتم طبقات رهم مرتبين واضحين الحدود بين الطبقات من بعد الغزيطة نتائج بعد مرور واحد الشهر تقريباً. شنو كيبالي اول حاجة. شوف معي الفوق. كنا قلنا لي تياغ يستطيع في موقت هذوك الاوراق دي الاشجار الميتين. كانوا عندي محتوطين الفوق. فبعد مرور شهر واش بلقي ان عندي هذوك الاوراق. شنو طال هذوك الاوراق تمت لديغراداتيون دي الام. كلاو هذوك الديدان دي الارض ولسا مفتح لول دي هذوك الاوراق دي الاشجار الميتين. هادي اول حاجة. ثاني حاجة شوف معي هذوك التربة ولا هذوك الطبقات دي التربة في غيرين. منقوش مرتبي لي بواحد طريقة اللي واضحة. دون كاشنو منقوش كبينو يلحدود دي الطبقات. يعني تمت خليط وقع عندي واحد الميلانج ولي هو اللي كنسميوه لبغاساج. دونك وقع عندي واحد لبغاساج تخلط ليا بكل مكونة دي التربة كاملين تمت خليط ديالو. دونك فاتش هادا نقدرون نقولو من اللي هذو الديدان دي الارض اللي هو ماليفاق ديالو اللي اللامبريك. شنو اول دور ديالو. دور ديالو اولا كي ساهمو فقاش. كي ساهمو. لا فخاكمنتاشن ولا. لا ديكموزيشن ديالالالي تيار ولا ديالاماتيا اوغانيك. دوك ديدان ديالارض. كي ساهمو انهم. كي هدموا لي هذيك المادة العضوية. يعني كي هدموا لي هذوك الاوراق ديالاشجار اللي كي يكونوا ميتين. كي هدموا لي كذلك. شي جوتا متانينا طاحت رك نقولو كي يكلها الدود. دونك هذيك المادة العضوية تتم تحلول ديالها باش تحوليها المادة المدينية اللي غير عاودوا يستفدو منها النباتات بطريقة مباشرة. تاني حاجة كي يديروا لي هذي دانا ديقنا هي يعني كي يديروا لي واحد المسارات ولا واحد طرقان في التربة. وبالتالي هذوك الطرقان وذوك المسارات بحد اكشي اللي شفنا بالنسبة ل جوضور ديالالالنباتات. شنو كي يديروا هذوك الطرقان? كي ساهمو في التهوية ديالالالتربة ويخليوا انه الماء يدخل مزيان لداخل ديالالالتربة هذي. وتالت حاجة شفنا بالنسبة لهاد ليه اللي 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 هو قلنا كيتخلطو لي المكونات ديالالالتربة ولا كيتخلطو لي الطبقات ديالالتربة. دونك لبغساج دي ديفيرانت كوش ديالالسول والي هو تخليط ديال مختلف الطبقات ديالالتربة. بالتالي هذك شي يكون عندي الفوق تيحودي يهبط التحت. ويداك الشي يكون التحت كيحودي يطلع والفوق دونك يكون عندي كتخلط. والتالي التربة كاملا كيوصلوا لها بنفس المكوينات المادينية ذك شي. مثلا Lö 1995 د土 قلناs. JulTV قلناs 10 مارد يمكن مزيان الت欺ذين دياله ال. توتهبط التحت تاوي للتاني. دك شي اللي قلناs ديا навер hand العطيات التحت. لديك شي التوحضي تلعؤ يتأثير الكيميائي على التربة. تأثير الكيميائي ديال من تأثير كيميائي بطبيعة الحال ديال الكائنات الحية. شفنا اول فقرة اللي فيها تأثير الميكانيكي. دفا التأثير الكيميائي. اعطونا رواتيقة رقم جوج اللي تحت نفس العنوان اكسين شيميك ديالكائنات الحية على التربة. وقالونا بورمانتخي وقالونا بس gnسك فقط اللي ترتقي الحالي لتأثير الكيميائي ديال لّ الارض لالتربة لانسكة على الغابة. Hoe عطونا جاؤ للمواطيات وقالونا اول مواطا ، جلونا لدنسيتي ديال 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 الارض يد 30.000 على اكتاره. اليان الكاتافة ديال ديال الارض كل هكتار كان قافي 30.000 مدودة. ما فروب ce qui correspond a yun mas varient entre 500 kg et 5 ton al hectare Le qui wafq lina ouhadel kutla mota gaye lha diyal 500 kg u cmsa ton le kula hektare donc kutla kbira diyal dydan li kalqawa wakaddel الآishara kudmakant bibay عدد مهم ديال دود قدم هادك التربة كتكون مزيانة لنباتات. على من بعد غونا او كور ديون سيزان شاك لنبريك بيو كنسومي سيكاند غرام دي فاي اللي ملانجيه عاوك سانسان غرام ديال تار كيلانجار. غونا خلال واحد الفصل ولا خلال واحد الفترة مدد من الزمن كل دودة تتقدر انها تستهلك لنا خمسين غرام ديال اوراق ديال الاشجار دوك الاوراق اللي كيكونوا ميتين كل دودة تقدر انها تستهلك خمسين غرام. وشنو كتديل لك؟ تدخل بقبعة حالة لها ديك الاوراق ديال الاشجار كيدخلو لكرشة وكتخلطهم مع خمسمائة غرام ديال تربة بمعنى دونك انه هادك الديدان ديال الارض كياكلو تربة وكياكلو ايش? كياكلو حتى الاوراق ديالاشجار. دونك كي يهضمو هادك الديدان ديال الارض كي هادمو هادكشي. وشنو كمبات ديال اونا ? أَبْرَيْ عَرَيْنَا أَبْرَيْنَا لَاوَرْتَنْتِي لَلْاا مِّنْ تِيْتِي لَاوْنَا your ديال الارض كي هادمو هادكشي وشنو مبات ديال اونا؟ والتربة دونك رد مع البال هاد الدود كيكل تربة كذلك. دونك شنو كليترا كي يخلطهم في في المعدة دياله في فكرش دياله على طول الجهاز لهضمي دياله. وكي بطبيعة الحال خصو يخرجهم. هاد يجيبقوا لي فكرش دياله. ودونك يخرجهم كيما كتشوفوا على شكل واحد المجموعة. وكتسمى اغريقا ولا توريكول. لما تعقلوا لها بالعربية وعقل لها بالفرنسي لانك من مرة تسمى هادل. دونك هادا هو الغائط. هادا هو الغائط ديال هاد الدود هذا اللي كيكون مكون طبيعة الحال من التربة مواد مادنية. وكذلك من الهضم دياله ديك البقاية ديال اشجار. ولا البقاية ديال اوراق. وهاد الغائط ديال هاد الدود هذا كيحطو يا اما قلنا في الداخل ديال التربة. ولا كيحطو كذلك على سطح ديال التربة فلاس يخفاص. واللي كيتقدر لنا الكمية دياله بواحد بين ربعين حتين مئة اشترين طن لكل هكتار سنويا. دونك هاد نا تما با الصورة ديال هاد الغائط ولل لديجكسيان ديال هاد ديال汎 ديال عمبريك ديال يوم اللي تيريكول هاد افرازات ولل غائط ديال هاد الدين ديال عرض. وعطونا في الدودة تما ت هسنت دان هسنت زبts دان غرام طع كيلوغرام دي السولي هو الكمية او الانسبة بالغرام لكل كيلوغرام ديال التربة. لدينا نجوج نحو الجديد في التربة العادية في هذه الإفرازات التي يتم تغير في الأرض التيوريكيل لدينا المعادين نقلقى إنصب الكبير في الأرض مقارنة مع التربة العادية فتبه مع الكالسيوم حال فصليت سعودة السعودة في التربة العادية لضع ثيثتي المسكورة địية التي تلقين أن تبدو بالمعادن. دونك كي غني وليه التربة بالمعادن. دونك التربة كتولي غانية بالمعادن. وبتالي التربة كتقدر انها تكون صالحة للزراعة اكتر. ومن يجوني دونك هادو هادو المعادن. من يجيتني الكمية الكبيرة دي المعادن اللي كي نفذ غائدة. ده جيتني دونك من تحول دين هديك المادة عضوية اللي كلاوها في اللو اللي هما الأوراق دي الاشجار تم التحول دي على المادة معدنية لانه طبعا حالفاش انسان كي يأكل مكلرة هيهضمها. كههضمها يعني كي يحللها كي دي recordoe هادوход الديدان كي ييغراد طبعا هادوход الآوراق دي الاشجار وكيحولوهم لمعادن. لكن شارك كتبالية مما لكمية دي الازوت لتقريب بد كمية دي الكال vyوم جواج لموش تكتر. كمية دي المانيزيوم جواج لموش تكتر. كمية دي المانيزيوم الجواج للموش تكتر كمية دي والبوترسيوم تقريب بدرها اكتر من العصان ganz مرات اكتر. دون قدرنا خلصو بنقولو. لعلى اللضاء الزراعي للتربة. عليش لانه او كي زيد لي ها الددن دي الارض او الكصوبة دي التربة بمعنى انهم يزيدون اياه الكمية ديال المعادن الموجودة في هذه التربة ذلك الشي لاش تقدم مكان دود في التربة قدمها مزيان هذه التربة من بعد اعطونا الفقرة الثالثة والتي تحت العنوان ديال الوميفيكاسيون اي مينيغاليزاسيون والتي التدبل والتماعدن يعني التكون ديال الدبال والتكون ديال المعادن المعادن هاد الوميفيكاسيون و هاد المينيغاليزاسيون بخلاصة هما المراحل اللي كتدوز منهم للمادة العضوية للمادة المادنية دونك انك ان المادة العضوية هي عبارة على ديال الطابقة الليولة ديال التربة اللي كيكون فيها لليتياخ اللي كنك تكون مكون لياه بصيغة كتيرة من البقايا ديال الاوراق ديال الاشجار وكدلك نقدرون نقاوت محتل جوتة ديال الحيوانات دونك هاد شي كامل وعبارة على مادة عضوية ولكن احنا قلنا النباتات ولا التربة كتكون غنية بالماده المعدنية دونك هديك الماده العضوية كترول لها مجموعة من التحول هاد كما شفنا اول حاجة هاد البقايا ديال الاشجار كيكلوهم ايش كيكلوهم دود كذلك الشي يجو التفاش كتموت كيكلوها الدود يأكلها المال يأكلوها دونك بزاف ديال الكائنات الحية حيوانية هم اللي كيدخلو الليورين كيكلو هادوك البقايا ديال الماده العضوية دونك اول حاجة كيدخلو هما لفون دي سول ولا كنسموه كدلك للا بيدوفول يعني الحيوانات ديال التربة اللي هم عبارة على الحشرة الصغيرة اللي كي تغدو على التربة وكي تغدو كذلك على الماده العضوية دونك هديك الماده العضوية يتم التحول ديالك كي مشفلها دونك كتتحول ليها واحد الماده العضوية اللي سيطة يعني تم تغير دونك كي تغدو ليها دايك الاورق ديال اشجار كي يكلوهم دونك الماده العضوية ما كتفقاش جيدو معاقدة دونك كي مشتوت ما ما تياه دونك كي مشتوت ما ما تياه اوغانيك مغت كتتحول ليها لوحد اللي المواد عضوية صغيرة كيتفكليا كيتو ليها عبارة لسكريات عبارة لبروتينات دونك تتم تفكيك ديال هديك الماده العضوية من بعد هذه المادة العضوية كيف يدخل تما كيمشتو كيف يدخلو هنا تما البكتيري والشامبينيون اللي هما ذوك الفطريات والبكتيريات هاد البكتيريات والفطريات شنو كيديرو كيمشتو ذوك البروتينات والسكريات تحولوهم الواحد المواد اللي كتكون جد بسيطة اللي هما عبار على واحد الأحماض أمينية والسكريات بسيطة وهذا هو المفهوم stare الوموس الزوبال من ي象 donner على واحد المادة العضوية لتحليلات فيسيطية الزلما تحليك كاملة عنوان تحليك جزئية الأحماض الأمينية أمينيون هو الوكترية والسكريات الرجعتة واحد المواد الأحماض الأمينية هدى ثم يكون هدى الظكريات بخبينا البروتينات الأحماض الأمينية من بعد كنزيون نفكو هادوك الاحماد الامينية كنزيدو نفكوهم كنزيدو نساليو معاهم نفكو الكاربون بوحدو الهيدروجين بوحدو دونك كنفكوهم زيان شكو اللي كيفكوهم كذلك كيفكوهم ليشامبينيون وليباكتغي اللي هم الفيتريات والباكتيريات واتشاتر كي تطلب واحد سنوات رمشي سداينيك هلا غادي كيوقع هادشي سنوات و سنوات دونك اخير بالحالة هي لامينيراليزاسيون تكون لاماتيار منيرالي هي لمادى المادينية وكما شحابا سوضع نشكياتر نو دول amaad de co4 and so3 دونك تكونوا ل 것처럼 المادة المادينية مادى العضوية ديا Plan لضعونا نفس الأنبع في هانت Aha الاتفاة بإعادة السدادة لذلك ستعاود هذه السيكل من جديد هذه المادة المعدنية ستتم من امتصاص الثاني من طرف النباتات و ستعاود تعطيني واحد المادة عضوية بودور كذا فواكه خضروات والذي ستعاود تاني واحد أوراق الأشجار و ستعاودها بطعب ثاني وهذا هي الدورة لذلك جوجة المراحل الرئيسية المراحل الرئيسية المراحل الرئيسية الآن اخر فقرة لدينا فيها تشكل وتطور التربة لذلك كنت اتعاونا واحد الجدول يتقريبا المختلف المراحل اللي تدوز منهم التربة لذلك اولا تكون عندي بطبيعة هذه التربة كاملة تشكيل عندي منطلقة من واحد السخرة لذلك تكون عندي واحد لاروش مار لذلك السخرة بطبيعة هذه السخرة كاملة حجرة شنو خس يوقع لي اول حاجة خس تفتت لنا هديك السخرة دونك ديز اغريغاسيون دا روش مار دونك خس تفتت لنا هديك السخرة خس تفتت دونك ديز اغريغاسيون دا روش مار تفتت تا السخرة للأم تفتت بطبيعة الحال كيكون عن طريق بزاف ديال العواميل يا اما الشتاء وكدلك دوك ديز اغرياسيون ديال التمبراتور كتكون عندي شتاء كتصب شتاء شنو تيترا تيتشكو عندي واحد المجموعة ديال الفسور واحد الشوقوق هادوك الشوقوق ولا دوك الهرسات اللي كيوقعوا في السخرة تيدخل ليوم الماء من بعد تيجي تيجي لدرجة الحرارة كتنخافض يعني كيتكون عندي الجاليد احنا كنعرفو فاش الجاليد كيتكون الحجم ديالو كيتزاد نونك الحجم ديالو كيتزاد ومع مرور الزمن غادي تترس لينا هديك الصخرة طيب الحال الشينا ما كيتراش عام عامي ينضر سنوات من فون من بعد فاش كتفتت ليا هادوك الصخرة هادوك الجزء العلوي ديال الصخرة كيبدو يجيو يتم ما يستوطنون هنا مجموعة ديالنباتات اللي كتكون صغيرة بحال الخاز بحال مجموعة ديال النباتات اللي كيكون القد ديالو صغير ولي كيتصنفو من الصنف ديال ليموس وليليكين ديالوك الاكينات والخز كدالك مرحلة ثانية كولونيزازيون ديالسيوتان المطارف النباتات من بعد دوك النباتات الصغيرة شنو كيتراليهم كيموتو طبعا الحال بقصر واحد فترة زمنية غايموتو هادوك التربة تبدأ يدخل لها شوية ديال المادة العضوية مش كيدخلوا لمادة العضوية غايموتو يظهر عندي مجموعة ديال الحشارات الصغيرة مجموعة ديال البكتيريات مجموعة ديال الديدان شنو غايترى غايترى هادوك شيش في نكويلة واللي هو لاميفيكاسيون والامينيغاليزازيون يعني التدبل والتمعدد واذا تشكلت ليهتم المادة المعدينية غادي عاود يظهر عندي نباتات ليكونوا كبار هادو المرة ببعد نقوله انريشيسمان ان متياه اوغانيك التربة غادي تستغناليه ولا غايتولي غانيه بالمادة العضوية ومن بعد غايت تكون عندنا هاداك الكمبلكس الديجا كنا نشفناه اللي هو الكمبلكس ارجيلواميك وذنك كما نشفناه دوك جوج ديال المراحل غادي تبدأ عندي التمعددن والتدبل للمشيكاشون والامينيغاليزازيون من بعد غادي يبدأ عندي لك النباتات الكبار وبالتالي غادي يبدأ عندي يبانو عندي طابقات مختلفة في التربة والي عندي لوريزون اه لوريزون بيد ويبدأ يبانو عندي هدوك الاريزون غادي تبدأ اللي التربة على شكل طابقات وغادي تبدأ غادي افور اميزوق والعادة دي الكائنات الحيوين والنباتات كيكتر كما اشفنا غيب داو فيه ومزور هاديك السخرة غادة تزيد تفتت دونك هادوك السخور اللي كيكونوا في العرض غيب داو يزيد اتفتتو دونك كما كتشوفو تما عندكم في الواتف ها هويزون او بو سي نوزن نديرو آخر حاجة لعباريسيون دي الزوريزون لي يضهور هادوك الطبقات ولي المستويات داخل التربة وتقريبا هادو من المراحل اللي كتدوز منهم هاد كيفاش كتشكيليه التربة وكيفاش كتطور ليه التربة كما قلت لكم اتشاركا ياخد سنين ومينين ارمشي سدينك حلاء هاد شكال عندك الطربة وسعنا وات وسعنا وات